أكثر نشاطاً وحيويةً وتحركاتٍ على المستويين السياسي والميداني أو هكذا تبدو الميليشيا خلال فترة الهدنة تكشف عن نفسها كما لم تفعل من قبل تستعرض القوة في الميدان وتفعل أدوات قتلٍ جديدةً وتعزز ذلك بتحركاتٍ لمكتبها السياسي من طهران التي أشادت بعروض الميليشيا العسكرية يخرج المتحدث باسم الحوثيين بتهديداتٍ مفادها أن الهدنة باتت على المحك وأن جماعته لن تلتزم بها إذا لم تحصل على تنازلاتٍ جديدة من ضمنها رفعٌ كاملٌ للحصار المفروض على أنشطتها العسكرية في المقابل تبدو شرعية وكأنها خارج المشهد تماماً بعضها عالقٌ في الحصول على التزاماتٍ تعهد بها التحالف والبعض الآخر يشتغل منفرداً على مشروعه الخاص أما المشهد العسكري فمتوقفٌ لم ينجز فيه شيء مما أعلن عنه إبان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي غابت اللجنة الأمنية المكلفة بأعادة دمج القوات وظهرت التباينات وانكفأ كل طرف على نفسه وكسرت الهمم وقتلت الآمال وذلك وضعٌ تستثمره الميليشيا بصمت وهو ما جعلها تلتزم بعدم التصعيد الشامل حتى لا يستذكر اليمنيون قضيتهم ويجتمعون من جديد السعودية تبدو وكأنها رفعت يدها عن حلفائها ولا يستبعد أنها تمضي في تنسيقٍ منفصلٍ يضمن أمنها الحيوي بعيداً عن الشرعية اليمنية إلا أن البعض يرى أن تلك مساعٍ لن تثمر أي نجاحات اعتماداً على حقيقة الجغرافية والتاريخ التي تجعل من أمنها مرهوناً بأمن واستقرار اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر